حقوق الإنسان في الإسلام حق العدل والمساواة خلق الإنسان مجبولا على حب العدالة وكره التمييز والظلم بين الناس والشريعة السماوية أكبر مثال على العدالة الإلهية في توزيع الرزق بين البشر وسائر المخلوقات ولكن ما الفرق بين العدل والمساواة؟ العدل هو إعطاء كل ذي حق حقه ووضع الأمور في أماكنها الصحيحة وهو من أسمى معاني البشرية وعلى رأس المثل والمبادئ التي تعود على صاحبها براحة البال والشعور بالرضى فالقضاة يحكمون بالعدل لرد الحقوق لأصحابها وإنصاف المظلوم وإنزال العقوبة على المسيء والإنسان إذا اتخذ العدل منهاجا لحياته رضي الله عنه وأرضاه أما المساواة فهي تقسيم أو توزيع شيء ما بالتساوي على جميع العناصر المشتركة في الأمر سواء كانت مالا أو أدواتا أو حصصا أو عقارا أو حقا وهي من المفاهيم المكملة المفهوم العدل فالمساواة مشروطة بوقوع العدل تضمن توزيع الحقوق لجميع أفراد المجتمع بشكل متساوي دون التمييز بين الأفراد سواء في العرق أو الجنس أو اللون إذن العدل والمساواة كلمتان مترادفتان في المعنى ظاهرية وكلاهما مكمل للآخر لكن كل منهما يعني في اللغة العربية معنى مختلفة فالعدل إعطاء كل ذي حق حقه أما المساواة فتعني تقسيم الشيء بين الأطراف بالتساوي بغض النظر عن حق كل منهم كأن يعطي المعلم علامات متساوية لجميع الطلاب بغض النظر عن المستوى الحقيقي لهم وبالتالي فإن المساواة قد تسوق إلى الظلم أحيانا كذلك المساواة بين الرجل والمرأة فهي تعني تقسيم الوظائف والأدوار بينهم بالتساوي وهذا لا يحقق العدالة لأن الله قد ميز الرجل عن المرأة بأمور خاصة لا تستطيع المرأة القيام بها والعكس صحيح فهو قادر على العمل بوظائف متعبة وشاقة وهذا ليس من قدرة المرأة كما ميز المرأة بالحمل والإنجاب والتربية وتنظيم أمور المنزل فتساوي الأمور بينهما في كل شيء لا يحقق العدالة